اشتركوا في القناة ويقدم كثير من النصيح اللي ممكن تفيد الناس في حالات الحوادث لقدر الله يعني مثلا لو كلب عض حد ممكن نتصرف ازاي بسرعة ونعمل ايه ونوارنا النهاردة مدرب ومربي الكلاب باسم هانت ازايك يا باسم ازايك عامل ايه احنا كنا بنتكلم في الفقرة اللي ابديك على طول عن الحدسة اللي حصلت بسبب الكلاب الشرسة هنروح لها بس الاول عايزة اعرف عنك انت عايزة اعرف انت ايه اللي خلاك تبتزي فيه اساسا التدريب وتربية الكلاب هو انا اصلا كنت بخاف من الكلاب اصلا اصلا كنت بخاف من الكلاب جدا لحد ما والدي جي في يوم وكرر يجيب لي كلب وقال لي كلب ذه هيبقى بتاعك وتأكله وتشربه وكده بس من يومها بقى الكلب ده خلف عندي بقى عندي جب لي سبعة صغيرين اربطهم بقى عن تمانية خلف تاني بقى عندي عشرين في بيتي من هنا بقى قررت بقى انا اخد لهم مكان وافتح لهم مكان ويبقى مكان مخصوص ليهم ورعاية ليهم من هنا بقى الموضوع بقى جي حبي بقى الكلاب وجي حبي بقى في ان انا ارعيهم ازاي واهتم بيهم وازاي اضربهم ازاي خليهم يسمعوا كلامي ازاي خليهم مسلا يساعدوني في حاجات بعملها في حياتي كل الكلام ده بس انت عايشت الكلاب ذي كلها لما هي ولدت كل بيتك كل الكلاب دي عاشوا معاك في نفس البيت؟ اه طب ازاي؟ لا انا عندي يعني عندي شاقتي وعنديها فقية شاقة فاضية اه اوكي في مكان تاني اه مكان تاني فقية على طول بس فانما خلفت عندي كاريت تربيهم كلهم بس ما عارفت اشتدي الحد طبعا لانت اول كلب ده بيبقى لا ده عزيز عليها جدا ايه طبعا لكنها عزيز عليها جدا 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 لا مش عايزة تدي الحد منهم ولسه معاك اه لا بمات اه معلش مات طيب ازاي تجهت بقى للسوشال ميديا ايه اللي خليك تعمل محتوى على السوشال ميديا عن الكلاب هو انا اصلا يعني كان كنت بنزل فيديوهات ليه وصورة ليه على طول تمام لحد ما جي في يوم مثلا وعملت فيديو كنت بأكل فيه كنت قاعد كنت بأكل فيه كلب كان جنبي كلب غلبان فكنت حتى تأكله بس فنزلت الفيديو ده ازاي ما بنزله نمت وصحيت لقيت الفيديو جايب عشرين مليون مشاهدة ده اول فيديو خالص تعمل ده اول فيديو ليه يعمله نمت وصحيت لقيتنا اجاب عشرين مليون مشاهدة طيب احنا سهل علينا كبني قدمين طبعيين مش مداربين ان احنا نمرن أو ندرب كلبنا اللي موجود معنا في البيت ولا احنا لازم يكون عندنا مدارب متخصص لا لا طبعا انت ممكن اذا الكلب يتقبل منك صاحب الكلب يعني يتقبل من صاحب الكلب اكتر ما يتقبل مننا شخصية يعني الكلب هيبقى فيه ما بينه وما بين صاحبه لنك اكتر ما بينه وما بيني فانا كده كده بطلع عامل فيديوهات بقول انك ازاي تموين كلبك هل في حيوانات انت من رأيك شايف او كلاب انت شايف من رأيك ان هم ما ينفعش يعيشوا في بيت اه طبعا فيه كلاب كتير قوي ما ينفعش تعيش في بيت عشان لضخامتها فيه كلاب كتير قوي زي انواع كتير قوي انا ما بسألش على حجمها انا بسأل على شراصتها شراصتها لأ اي كلب في الدنيا ينفع ان هو يترود ويبقى هادي او ان هو ميبقى الشرس او ان هو ميبقى شرس بس بالامر اللي هو ميبقى متدرب على الحراسة بس مش يكون ميبقى شرس كده وخلاص لو ميبقى اي حد يعني انت بتقول دلوقتي يا باسم ان اي نوع كلب مهما كان شرس ينفع يتربى جوه بيت اه ينفع يترود طيب هل الكلب اي نوع شرس او غير شرس متمرن احنا قلنا لازم يكون متمرن عشان ما يعدش اي حد بالظبط الكلب المتمرن الشرس ده جوه البيت ممكن يحصل خطأ ويعد حد لا لو متمرن لا اوكي فاحنا كده بنقول ان اي كلب شرس متربي جوه بيت لو عد حد يبقى ده كلب غير متمرن عشان ما حدش مرن بالظبط الكلب ده مش متدار بس طب انت سمعت من خبرتك يعني تعاملك بقاله كثير مع الكلاب وعدد الفالورز الكتير ده ان فيه كلب عد صاحبه كلب عد صاحبه اه طب احكيني الكصة دي حصلت ازاي لا مثلا بتبقى بالغلط يعني ممكن يبقى كان مثلا كلب طبعه يعني مثلا كلب طبعه وحش ومش وسلوكه وحش كان عايز يعد كلب تاني فصاحبه جي يمسكه فعد صاحبه بالغلط دينا اسمعت عنها طب دينا هو متمرن طب انت بتقول لا مش متمرن كلب مش متمرن كلب مش متمرن عايز يعد كلب تاني عايز يعد كلب سلوكه وحش كلب مش سلوكه وكان عايز تعديل سلوك كلب عايز تعديل سلوك فجي يعد كلب تاني فصاحبه مشكه فرح عاد صاحبه يعني انه كانش قصده اصلا طيب انا سعد بنسمع عن حاجات ان مثلا حد عنده كلاب ومسافر فقرر انه يخلي حد تاني من صحابه او من اهل بيته او حد بيساعده في البيت او اي حاجة انه يبتزي يحط الأكل ده للكلب للكلب ده وبيحصل احنا سمعنا عن الحالات دي كتير ان الكلب ده بيعد هذا الشخص اللي هو بيحط له الأكل ده بيحصل ليه مش متعود عليه يقب هو الشخص ده كان مدرر بالكلب ده على ان اي حد غريب يخشله يعده مساحبه تمام فهو لما بالتالي لما صاحب الكلب مش موجود وحد غريب دخل الكلب الكلب هو فاهم ان الكلب يعمل حاجة حلوة انه هو كده بيعده طيب ايه هي المهارات اللي المفروض ان احنا نعلمها للكلب ايه هي المهارات اللي المفروض نعلمها للكلب اول حاجة قبل موضوع ان الكلب يبقى للحراسة او يبقى فيه شراسة او كلام ده لازم يبقى فيه طاعة وطاعة عمياء لازم يكون بيسمع كلمك في كل حاجة زي مثلا ايه اللي هو ست يعد داوين ينام ستاي يفضل في مكانه ما يتحركش هيل يمشي جنب رجلك تبقى مسكر بس يمشي جنب رجلك تمام بس دي حاجات الاساسيات هل الكلب لازم لو احنا مثلا ماشيين في الشارع هنكون حطين له كمامة على بقه لو هو كلب شارس او طبعا يعني دي حاجة ماينفعش ان اي حد عنده كلاف في بيته ما يكونش حطت الكلب بتاعه مادام طلع برا البيت الكمامة دي طبعا لازم ما ممكن يكون العب مش من الكلب ما ممكن يكون مثلا الكلب هيمشي ومش هيعد حد بس حد بالغلط مثلا رفع ايده بالغلط عليه والكلب متمرن ومتضرب انه لو حد رفع ايده عليه او وهاجم صاحبه صاحب الكلب الكلب يعوده فبالتالي لازم اي كلب شارس هينزل بالشرع ينزل بكمامة طب اه هي الكلاب اللي بتعتبر كلاب شارسة انواعها الكلاب اللي بتعتبر كلاب شارسة البيتبول الريتويلر الجيرمن الجيرمن شابيرد شارس vegetal cores جيرمن شابيرد هو كلاب أحريصا بالد 그러عصة الكلب أحريص هو بالد מ� sabem calling الأولى. الكلاب حراسة من الدهجة الأولى. طيب انت دلوقتي يا باسم قلتلي حاجة انا بالنسبالي مشتتة بالنسبالي انا شخصيا. انت قلتلي اي نوع كلب ينفع يتربى جوه البيت. بعدين احنا بنتكلم وبنسأل اسئلة. قلتلي ان لأ. الكلب لو دخل عليه حد مش هو متعود عليه. يدي له حتى الاكل بتاعه ممكن يهجم عليه. بزبط. هل ده معناه ان دلوقتي انا سكنة مثلا في عمارة وعندي كلب شرس. ممكن الكلب بتاعي يشوف واحد من الجران اللي هو مش شايفه ويطلع يهجم عليه على السلم. اه. طب يبقى ده غير صالح للتربية في البيت. مفروض بقى انت بتقولي بيبقى متمره. لو عندي كلب لو عندي كلب في فيتك ما ينفعش بقى شرس ان هو انت مضرباه ان يعود الناس. يعني ده تدريب معين بيتعامل ان انت. اه طبعا يعني في كلاب يعني هو بيعرف من فين ان الشخص ده جاي يهجم على البيت. او شخص جار هو ما يعرفوش. مقول اتنين بالنسبة له شخص ما بيعرفوش. لا 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 طبعا عندي كلاب. طول ما انا مش موجود وقايلها جارد هي بتحرش المكان ده. طول ما انا موجود وناس قاعدة معايا هي بتلعب مع الناس. مفهين بلي جدا وعليه خالص خالص خالص. تاني يعني هي لو صاحبة الكلب او صاحب الكلب غير موجود حوالين الكلب الشرس ده وقايلن له جارد اللي هي احمي هزي المنطقة. وهو شايف جار ما يعرفوش طالع. ده معنا انه هيهجم عليه. انا اسهبس ده معنا انه غير صالح للربية جوى البيت. فبالتالي ما ينفعش انت توصلي للدرجة دي. او انت لو انت في مكان في ناس غريبة هتخشي لك او في ناس هتخشي لك انت عرفاهم او كده. ما ينفعش تخليه يعمل كده. ما ينفعش تخليه وتوصليه من مرحلة الشرسة انه هو يكون بيعد كده. بس في ناس بقى تانية بتستخدم الكلاب دي. ده غير حلو. انه مثلا عندها فيلا بيجنينة جاردون بتحط فيه الكلب الشرس. تمام? انه هو اي حد هيقرب من المكان ده هيهوه عليه. بس. يهوه وغير عض. بس. بس. مش عض. اوكي. يهوه بس. ده كده يبقى ايه استخدام امن. اه لان اي حد عنده بيت ممكن يكون بيجيله ديليفوري يكون بيجيله مكوى يكون بيجيله اي حاجة ده مش معنا ان كل الناس دي هتتعد. بالزبط بالزبط بالزبط. فانت فيه ناس ده 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 الاستخدام الامن بتاعه. لكن فيه ناس تانية لا تخلي الكلب بيوصل مرحلة مش هيوصل عالية جدا. تمام? اللي ممكن توصل ان هو ما يعرفش يسيطي عليه كمان. بس. وممكن توصل ان هو ممكن في خناقة زي اللي انت حكيت هالي. كلبيه مع بعض هو بيحوش فيعد صح؟ ممكن اه. اوكي. طيب وانا بشتري كلب ايه الحاجات المفروضة ان انا اعرفه. ان الكلب يكون لعبي. الكلب يكون سلوك وحلو. ان الكلب مثلا من فيه من صغري. ان اكتناديه يجيلك. الحاجات دي كلها بتفرق مع الكلب اللي ما يكبر. طب فيه ناس بتشتري كلاب وبتفضل خايفة منهم. نقول لهم اي دول او يتصرفون زي. لا لا لا. انا اصلا افتح المزايا عندي. ان اي حد بيخاف من الكلاب. اجيبه عندي. وطلع له مثلا كلب قد كده صغير. يمسكه. يتعامل معاه. بعد كده اطلع له كلب باسنة. يتعامل معاه وهو. ما بيعملش حاجة وهو. لانا انا بحاول انا ايه. انا مش بخاطب الناس اللي انا بخاطب الناس اللي بتخاف من الكلاب. بحاول زي ما انا كنت بخاف من زمان وكنت بصنوية عامة وطول بعاردة كده. بخاف من الكلاب. لأ اخلي الناس كلها تاخد على الكلاب. وان الكلب ده كأنوافي. ومن اوفى المخلوقات. فان انا اخليه يجرب يتعامل مع كلب. واحد مثلا ممكن يكون بيخاف جدا. لأ تعال عندي المساعة. وانا اخليك ما تخافش منه. خليك تتعامل معاه. ان هو وعيك اللي جارس هو هادي خالص. وان الكلب الكبير هو طفل مسكه. انا عندي كلاب حجمها مهول. حجمها ضخمة جدا. وكلاب سوارة بيبي خالص. وكلاب بيبي خالص. وتشوفي مثلا عندي كلب قد كده. وتشوفي بيهاوها قدامك. ومسكو طفل عند دربعة سنين وثلاث سنين. طيب بالنسبة للتطعيمات بتاعت الكلاب. هل الكلب لما بيكون متطعم ده معناه انه ما يقدرش يأذي حد في عدته. اه العده متأذيش. لو الكلب متطعم كل تطعيماته واخد تطعيمه صعار. لو عد حد ما تأذههوش. ايه اللي يحصل بقى للشخص اللي عشان كده كده عدت الكلمة بسخيطش. عدت الكلمة تسلب زي ما هي. بيتخز البماء وصابون بس. وبيوح ياخد مصل. ياخد خمس حقن بيتاخده. بياخدهم على مدار قد ايه بقى. على مدار قد ايه حوالي مثلا في 15 يوم من 15 يوم. اه يعني هو بياخد الحقن في اسبوعين. خمس حقن في اسبوعين. اه. اوكي. ده في حالة لو هو متطعم. في حالة لو متطعم. اه. ولو مش متطعم بقى بيحصليه. نفس الكلين. نفس الحاجة. نفس الحاجة. طب اما احنا ز زي بنسمع عند حالات النس في مستشفى. وتعبنين جدا. وما كانش الموضوع على مصل. زي الحادثة اللي حصلت في الآخر زي. يعني. ايه اللي حصل. انا بتكلم في حاجة اسمها سعر. في كلاب مسعور. تسمع عن كلاب مسعور. بتاع كلاب شاع مسعور. ده. يعني لو كلب في بيتي. في بيتي. وعد حد. في حالات بتحصل. ان فيه انسان بيروح المستشفى بيكون عيان عنده. يعني بيكونه بين الحياة والموت. لأ. ده ممكن كده بقى. ده ممكن كده بقى. ده من القصائل مثل ان لو عدوا كده بقى. يعني انا بتكلم ان في حاجة اسمها مراد صعار. مراد الصعار ده بيجي كلبة مسعور. كلبة مسعور ده يقلب مش متطعم. تؤدي الهي تؤدي لموت. لو كلبة مسعور عد حد. عد صغيرة. انا نفكر انك احد صغيرة خالص. كلبة مسعور عد حد عد صغيرة خالص. وما خدش المصل. وما يحش المستشفى خد المصل. ممكن تؤدي لموت. فانتي لازم اي حد يتعد من كلب. لازم يوح المستشفى وياخد المصل. على طول. على طول. في ساعتها. احتياطيا. حتى لو كلبك ومتطعم ولو هو الشخص ده حصل له حاجات أكتر من الموضوع أنه هو يأخذ مصنعي في مستشفى وتعبان والكلام ده كله زي الحادثة اللي حصلة ده بيكون كلب مصعور لا أمال لا ممكن يكون كلب عادي خالص عده كتير عده كتير لكن مالهاش ده وأنه هو هل العد نفسها تقص عليه من جوه لا وممكن برضو يكون الطعم ويوصل حالة أن الحادثة توصل للمرحلة ممكن زي الحالة اللي حصلت قدام يعني هو ممكن يكون متطعم ومش مصعور ويحصل للشخص كده ممكن طيب في أنواع أنت شايف أن الأطفال يبقى عندهم كلب منها في البيت طبعا أي الأنواع اللي أنت تفضل زي الجيفون اللو 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 بيد الصغير ده بشكل جامعي زي الجولدن الجولدن ده كلب بيبي سيتر كلب بحب الأطفال كلب ممكن يحطسه طفل كده ما بينه يفدل قاعد وما يقومش عشان ما يقلقش الطفل بس فيه أنواع تنية بقى زي إيه زي البكنوة اللي تشاو تشاو كل دي كلب زينة تنفع في البيت طيب الطفل المفروض يكون عنده كلب لما يكون عنده كم سنة لو هو اللي هياخد باله من الكلب مش أهله يعني هياخد باله من الكلب سبع سنين سبع سنين ممكن يقدر ياخد باله على الكلب ياخد باله مع كلب طب وبنمشيهم قد إيه وكده وبيأكلوا كم مرة في اليوم اللي يمشوا قد إيه الكلب المفروض يطلع كل يوم ساعة يلعب ويجر في الشمس ده أقل حاجة تمام يأكل كم مرة في اليوم يأكل ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات زينا كده ثلاث مرات في اليوم في طر وغدا وعاش في طر وغدا وعاش وبيأكلوا لازم بقى الحاجات اللي هي بتبع اللي هي الدراي فود والكلام ده لا لا عادي عادي يأكلوا إيه يأكلوا فرش أكلين العادي خالص فراخ ومكارونا فراخ وعيش فراخ وارز فول ببيد أنا عندي جار بأكلين فول ببيد يأكلوا كوشة وجزر وبطاطس ده أنا تجمعين شوية هتأكلوا طعمية مش عاولك لحسبة لي أنا عندي الكلب بتاع بيأكل بتنجان بيمسك بتنجان ويأشار وبيأكلوا لا ده كلب ده حريف ده عادي خالص بيأكل بتنجان عادي خالص بلا بيأكلنا العادي كله عادي خالص بس في أكلات ممنوعة بقى وانت تفضل إن ما يبقاش فيه كلاب أنواع معينة حوالين الأطفال اه طبعا زي البيتبول بس كده بس انت قلت البيتبول ده لكبار وقلت لكبار كمان إن هو مش حلو إن احنا نرقبه شارس جدا البيتبول شارس جدا اه ساعات بيغير من الأطفال والله ازاي يعني يغير يعني يغير انت مثلا ممكن تكون بتلعابي مع ابنك هو عايز تلعابي معاين هو التاني فيقوم يعود الطفل ممكن يعوده بالغلط لو كلبي مش متضرب بس بس انت بتقول إن هو بطبع عماتا غيور حتى لو متطعم اه فممكن يعور الطفل حتى لو متطعم ممكن حتى متطعم اه ده كلبي يعني شارس لأقصى الحدود كلبي شارس لأقصى الحدود ومدى زكاؤه قليل يعني مدى استعابي للمعلومات قليل دي أكتر حاجة تخوف ان هو كل ما يكون أسكى كل ما بيكون أطيب كل ما يكون أطيب حتى البني أدنيد كل ما يكون يعافي يتضرب أكتر ايه كمان ففي نصيحة تحبة تديها للناس اللي هما بيهي ربوا كلاب ايه انك تحاول تحبب الناس في الكلاب والخصوصي اللي بيخافه مش ترعبهم مش تروعهم من الكلاب لا لأ لانت حاول تخليهم مثلا يخذهوا على الكلاب انت تقول ما انت شايفين الكلب بتاعك هادي وبتاع ممكن يخذهوا عليه هدح الناس وخليهم يتعاملوا مع الكلاب حببهم فيهم مش تخليهم يكرهوا يشوفوك أو يكره يشوفوا كلبك أو يجروا منه أو كده حتى لو كان هادي. مش كلب الشعيس او كان معموما يعني. فانت تخليهم ياخدوا على الكلام. ولو ماشي في اي حتة مثلا. لازم يكون ماشي بسلسلة. اللي؟ الليش؟ لازم يكون ماشي ماشي بسلسلة او ليش تمام. ويكون حطيت له كمامة دايو كلب شعيس. كلب مش شعيس عادي يبقى مسكو بسلسلة. ليه؟ مش عشان الموضوع ان هو هيعد حد. موضوع ان في ناس بقى ماشي في الشعي خايفة من الكلام. خايفة من الكلام. لا انا مخاوفوش اكتر. الكلب ممكن بالغلط يعدي من جنبه او يبقى ماشيين في الشرع وملاقي كلب بليش هو اللي ماشي صاحبه. بالزبط لا لا ده غلط خالص. ده كده كلب مش متمرن. لا ده كده كلب مش متمرن. ده كلب المفهود انك تقولي له هل يمشي جنب عجلك اليمين كمان. ما يتحركش. يمشي جنب عجلك مزبوط. مش هو اللي بيجارك ومش هو اللي بمشيك كده وكده وبيشدك. لا كلب يجب يمشي فضل ماشي مزبوط قدامك. انا بالنسبة لي من الكلام اللي انا استفدت منه فيه النهاردة معاك. ان الكلب لازم 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 يكون متضرب ومش متضرب عادي. يعني هو لازم قبل ما يبقى هذا الكلب يكون حوالين بني قدمين تانيين. بالزبط. لازم يكون متضرب زي ما بيقولوا كده تدريب سوبر. بالزبط. عشان ما ازيش حد وما ازيش نفسي كمان. طبعا طبعا دي اهم حاجة لازم انك لو اجيب كلب للحراسة وكلب يكون شرس. لازم يكون متضرب على اعلى مستوى. يكون متضرب على اعلى مستوى عشان لا يأزيك ولا يأزي حد. الا بقى انك تريب كلب من دول وميبقى الشرس. باسم انا بجد بشكرك جدا على الفقرة اللطيفة النهاردة انت كنت معايا فيها. وقدتني معلومات انا شخصيا استفدت بيها. تسلم يا باسم مرسي قوي. شكرا.